ضغوط دولية وإقليمية على حكومة نتنياه لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة ويبدو أن انفراجة قد تلوح في الأفق قريباً قد يتنفس مع أهالي شمال القطاع الصعداء إذ أعلن منسق الممتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكو ليدريك أن المنظمة بصدد إجراء تقييم لكيفية استخدام الممر الإنساني المتاخم لقطاع غزة من أجل توصيل المساعدات إلى الشمال وأكد المسؤول الأممي أن المنظمة تضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه منذ أسابيع لاستخدام الطريق الجديد المحتمل وأضاف أن الأمم المتحدة تلقت تعاون من الجانب الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بعد الحادث الذي وقع قبل أسبوع على قافلة مساعدات بالقرب من مدينة غزة وأسفر عن قتل وجرح من المدنيين الفلسطينيين وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الممر البرية الجديد سيبدأ من الداخل الإسرائيلي ويمتد غربا حتى البحر المتوسط على أن يمر بالقرب من جوهر الديك في غزة ومن هناك ستدخل الشاحنات بعد فحصها في معبر كرم أبو سالم الحدودي وبمجرد دخول هذه المساعدات ستتولى الأمم المتحدة مسؤوليتها في توزيعها على أهالي غزة في ظل ترجحات إسرائيلية أن يتم تدشين هذا الممر خلال الساعات القليلة القادمة وأبقت إسرائيل عملية إصال المساعدات معظلة مع إغلاقها جميع معابرها مع القطاع وسماحها فقط عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم البريين لإدخال ما نسبته عشرة بالمئة من احتياجات سكان القطاع ومع التشبث إسرائيل بموقفها لفتح أي منافذ وتفاقم الأوضاع في القطاع وتحديدا في الشمال لجأت دول إقليمية لإنزال المساعدات جوا تبعتها فرنسا والوليات المتحدة التي أعلنت مؤخرا أنها تدرس استخدام الخيارين العسكري والتجاري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بحرا لافتة إلى إمكانية استخدام قبرص كجزء من مر بحري إلى غزة ويشكل هذا الطريق الإنساني الجديد بارقة أمل لأهالي شبال غزة للتخفيف من معاناتهم من شبح المجاعة الذي أنهك أجسادهم بات أمرا واقعا في القطاع